اشتركوا في القناة فكلامنا اليوم في الحقيقة هو إجابة على سؤال مفاده أن إنسانا يعيش في بيئة يغلب على أهلها عدم الاستقامة الغش عدم الالتزام تكثر فيها الذنوب والمعاصي فهل يبقى معهم أو يرحل عنهم وهذا الحقيقة قد يكون حتى ليس في محلات إنما في بلاد فما حكمه وهو سؤال مهم جدا ووجيه وعندنا الآية الكريمة تقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فهل يجاهد نفسه في التحمل والصبر والدعوة أم يرحل في مثل هذا نقول لا يخلو هذا السائل وغيره ممن كان على شاكلته من واحد من اثنين إما أن يكون بإمكانه أن يؤدي شعائر دينه على الوجه الصحيح يعني هؤلاء مفسدون وفسادهم على أنفسهم لكن لا يمنعونه من أداء شعائر دينه واستقامته وصلاحه وسلوكه المستقيم وفي الوقت نفسه أيضا ممكن أن يباشر الدعوة والإرشاد والنصح والتذكير فهذا بقاؤه أفضل وربما كان مؤكدا إن لم يقم غيره بذلك ربما وجب عليه أن يبقى لأن خير الناس أنفعهم للناس فما دام هو يستطيع أن يؤدي واجباته ويقوم بشعائر دينه وله مجال في الدعوة والإرشاد والنصح والتوجيه سواء أستجيب له أم لم يستجب لأن إنسان هو مكلف بأن يدعو أما النتائج فإلى الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين مع أنه قال وإنك لا تهدي إلى صلاة المستقيم ولا تعارض بين الآيتين لأن الآية الأولى تفيد أن الهادي هو الله الذي يزرع الإيمان في القلوب لا غيره وأما الآية الثانية وإنك لا تهدي أي تدل وتدعو وترشد فهذا الرجل الأفضل في حقه أن يبقى وإن كان على العكس أنه قد يتأثر أو ممكن أولاده يتأثرون أو زوجته تتأثر بهذا المحيط الفاسد أو ربما ضيق عليه في أداء شعائر دينه كما هو في بعض البلاد وحصل لبعض المسلمين مثل هذا ضيق عليهم لا يستطيع أن يقوم بما أوجبه عليه ربه تبارك وتعالى من التكاليف وأيضاً لو نصح فنصيحته لا تجدي أو لا يستطيع يمنع من ذلك لا يستطيع أن يقول كلمة الحق فهذا هو الذي يهاجر ويغادر فالأول إذا جاهد نفسه وصبر وتحمل وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم لما كانوا بمكة نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاماً وصابر محتسب يقول عليه الصلاة والسلام أخفت في الله ولم يخف أحد وأوذيت في الله ولم يؤذى أحد كان سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام ويدعو الناس حتى ما دعا عليهم حتى كان السبب الأعظم في هداية الكثيرين بهذا التحمل فإذن الإنسان إذا أمكنه أن يتحمل فهو الأفضل بلا شك ما قلنا وقد ضربنا مثلاً في حلقة مضت عن ذلك الرجل الذي تحمل في دعوة ذلك الشخص الذي لا يصلي حتى هداه الله تبارك وتعالى وأما إذا خشي التأثر فما أحلى النقل دار جار السوء إن جار وإن لم تجد صبراً فما أحلى النقل إذن في هذه الحالة ينبغي له أن يغادر لأنه لا يجوز أن يبقى مع المنكر والله تبارك وتعالى يقول في آية أخرى وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ فَلَا تَقْعُدْ بعد الذكرى مع القوم الظالمين هذا فيما إذا واحد وجد نفسه في مجلس وإذا المجلس انحرف في غيبة في نميمة في فساد في كلام لا يرضي الله تبارك وتعالى فهو أيضا إما أن ينصح ويرشد ويغير المجلس وهذا الأفضل إذا كان عنده استعداد وقوة في ذلك وإلا فليغادر لأنه إذا بقي جالسا وساكتا أصبح مشاركا إذن هذه مسألة مهمة والإجابة على هذا السؤال يعني فعلا فيه فوائد متعددة لكثير من الناس ومما ننبه عليه أيها الإخوة هنا أن الدعوة بالحال قد تكون أفضل أحيانا من الدعوة بالمقال الإنسان هو في نفسه أن يستقيم وذلك الدعوة في الحقيقة لما نقسمها في مراتب رقم واحد النفس ورقم اثنين الأهل ورقم ثلاثة الآخرين ما يصبح الإنسان يقفز فإذا كان هو مستقيم في سلوكه وأخلاقه وصدقه وعدم غشه وعدم خيانته وراء هذا المسلك ربما يتأثر به كثيرون ويستفيدون فكم من شخص استفاد من الحال بدون أن تكلمه المرأة حينما تكون متحجبة وملتزمة وعفيفة أيضا تكون قد دعت إلى الله تبارك وتعالى بمسلكها هذا الحسن وإن لم تتكلم فالدعوة بالحال أحيانا تكون أعلى من الدعوة بالمقال فإذا اجتمعت الحسنيين كان ذلك فيه خير كثير جدا ومما ننبه أيضا إليه هنا أن ثمة فرقا أن ثمة فرقا بين حال الدعوة وحال الجهاد وينبغي للمسلم أن ينتبه إلى هذا حال الجهاد حال قوة حال نشاط يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وليجدوا فيكم غلظة وذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي دجانة حينما أعطاه السيف ثم تبختر به قال إنها لمشة يكرهها الله إلا في مثل هذا الموطن فموطن الجهاد طبعا موطن قوة موطن قوة كما هو معلوم لكن موطن الدعوة موطن رفق موطن تحمل موطن صبر هكذا لا ينبغي واحد أن يضع واحد مكان الأخرى بعض الناس لما يرى واحد على طول يؤنبه ويعنفه وربما ضربه واحد يقول مرة شفت واحد وضربته كف كذا لي هكذا هل تكون الدعوة هكذا لا يصلح هذه الدعوة هنا فيها وقولوا للناس حسنا الله سبحانه وتعالى قال في حق فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فإذا الدعوة قائمة على هذه الأسس بعض الناس لا يفهم ماذا تراه حتى وهو يأمر بمعروف ينهى عن المنكر يتجاوز الحدود المشروعة ينبغي له أن يكون منضبطا في سلوكه في استقامته وأن يتحمل ما يصدر عنه هذا أهم شيء أنه لا ينفعل وأيضا لا يرى نفسه أفضل من غيره هذه المصيب الكبرى إذا أصبح عنده عجب ورياء سقط من عين الله تبارك وتعالى وربما يكون هذا العاصي على الذنب أفضل منه لأن هذا الكبر نعوذ بالله أول معصية إبليس إيش منعه من السجود إلى أبينا آدم عليه السلام الكبر والحسد نعوذ بالله فينبغي للإنسان أن يرى نفسه خادما يدعو الناس إلى الله يذكرهم ويفرح إذا الله سبحانه وتعالى وفق بعض الناس استجابوا له لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم وحمر النعم أنفس أموال العرب فإذا الإنسان ينبغي أن يسلك هذا المسلك يفرق بين حال الجهاد المقتضي إلى الشدة والقوة والغلظة وحال الدعوة المقتضي للرفق واللين وبذلك يسلك المسلك الحسن كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بالأخلاق الحسنة وأن يجعلنا ممن يدعو إليه بحالنا وبقالنا آمين اللهم آمين وأن ينفعنا وأن ينفع بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى بتوفيقك ورحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة